مش فاكرة والله الاختيارات خالص لان السوق يعني كان رخب من اول حاجة الصور كان جاي لي صورة راجل كده واقف تاني رجلي ورجلي فريدة لواحدة فليكشن واحدة اكستنشن كان جاي لي صورة ان في انصر في الباك وبيقول لك هنحطه في انه وضع اللي هو في البرونو كانت جاي لي صورة طفل صغير كده عنده الماسك اللي هو بقول لك اسمه ايه اللي هو النوبولايزر وصورة جهاز كده عند الرجل اللي هو الدبلر بيقول الجهاز اللي في الصورة ده بيعمل ايه اللي هو بتاع السيركوريشن وكان جاي لصورة البيرن اللي هو وكان جاي لصورة ايد كده فيها الصوبع الكبير متنى كده اللي هو وجات لي صورة بقى بص انا مش فتحاش قبل كده هي صورة الايد مفروضة صوابع مفروضة عن بعض خالص. مفروض تبقى يعني. آآ بس كان جاي في الاختيارات وايكسيتنشن. وآآ وحاجة كده غريبة يعني مش تابع الحاجات دي. فانا عملتها اكسيتنشن. كان جاي صورة البتاع الكبير. راح مش فاكرة اسمه ايه. وبيقول اللي في الصورة ده امتى يكون مش فاكرة والله الاختيارات خالص لان السؤال يعني كان رخب بالنسبة لي. متعودة ان هو بيجيب اسمه او كده يجي حاجة لفعية. دول السؤال اللي جاي. جاي لي بقى من الاسئلة المعتادة ده سؤال النحلة. انا فلاكتشوك وجاي لي سؤالي البي اتناشر بتاع لامكشوس انا مين. وآآ جي السؤال بتاع الكيور اسكم بالكس ده بس ما جايش في نفس الطريقة اللي جات البنات. هو جي السؤال قال لي ان في آآ لو فيه كنتراكشن في كنتراكشن افتو ده هيبقى ايه? انا مش فاكرة من الاجابات غير ان جيب او الكيو ار اسكم بليكس او الكيو ار حاجة كده مش فاكرة ايه? والار اس برضو حاجة كده مش فاكرة. فان اخترتها الكيو ار اسكم بليكس. آآ زي ما البنات كانت ايلة يعني مش عارفة صحة بصراحة ولا ايه? وآآ كان جاي سؤال تاني آآآ تحضير آآ النيرس راحة تقيس السكر واحنا بنحضر ايه معاها? بنروح نعمل ايه? آآ كان جاي في الاختيارات بريبير الاكيوب منت. آآ وكان فيه اتنين مستبعدين واتنين اللي ينفع. واحدة بريبير الاكيوب منت واحدة بنتأكد. معناها يعني بنتأكد ان شريط السكر بنحطه في الجهاز ان هو يعني ابروبيات للجهاز وشغال تمام. دي اللي انا اخترته. وآآ كان جاي سؤال تاني اللي بيأثر على في القراية كان بتاع البيشنت ولا اللي هو الميلز الافتر ميل يعني. ولا الطايم وكان فيه حاجة ربعة مش مهمة يعني. الثلاثة دول. وكان جاي سؤال كان مادات العين آآ من كام لكام. وآآ كان جاي سؤال كان سؤال عن كان جاي سؤال هو بتاع من تمانية لعشرة خمسين مليا ومن آآ عشرة لاتناشر خمسين ويحسب يعني الفترة ده اللي هو كان الخمسين. سؤال اللي بيجيلك كل ده. وآآ كان جاي سؤال تاني برضو على الانتيج كزا حاجة كده بنحسبها. كان من ضمنها الايس شب ولا وميلك وانترافينس في لوض وكده. انا حسبتهم كلهم من ضمنهم الايس شب. وكان جاي برضو الاوت بط آآ حاجة في القاسطر يورين وحاجة وحاجة في الدرين. انا برضو حسبتها كلها. وكان بيقول في الاجابة. آآ قل يعني الانتيج كام? والاوت بط كام? وجاب حسبهم كلهم. وشايل يعني من كل اجابة حاجة كده وبيقول حسبهم. وكان جاي سؤال تاني اللي هو بتاع الاتنين لتر ده. اللي هو نحن بحسبه اللي هو سبعمائة وخمسين ومتين وخمسين والف. السؤال برضو اللي جيل كزا حد ده اللي هو يطلع الفين مليا اللي هو الاتنين لتر. وكان جاي سؤال تاني ان البيشن تلقاوت بط بتاعه واربع تلاف والبيشن تكون سيوم خمس تلاف هيبقى ايه? كان في اتنين مستبعدين واتنين اللي هما الانتيج كده اكتر من الاوت بط وده هيدريشن. اخترت الانتيج اكتر من الاوت بط. جاي سؤال برضو عن الهملك انجيلي سؤال برضو انا دخلت القوضة لقيت بشانت في وضعه ع السرير يعني وكده وعمل يعني بتحرك حركة غير طبيعية ع السرير. اه فده هنعمل له ايه? عشان يعني ريسك فور انجير وكده. اه كان الاجابة ان احنا هنرفع له يعني بتاع السرير. وانجيلي السؤال بتاع الجون ده برضو اللي كان جاي للبنت اه النهاردة. لو هنخلع عايزين نخلع الجون فهنخلعه امتى? قبل ما نطلع من القوضة. وجاي بحاجة دين. يعني قبل ما نطلع. قبل ما نخسل ايدينا ولا بعد ما نخسل ايدينا? ولا بعد ما نطلع من القوضة? قبل برضو ما نخسل ايدينا ولا بعد ما نخسل ايدينا? وطبعا الاتنين بتوع بعد ما نطلع من القوضة المستبعدين احنا فروب بنقلع قبل ما نطلع من القوضة. بس انا كنت محطرة بتاعت قبل ما نطلع من القوضة دي يعني بعد ما نخسل ايدينا ولا قبل ما نخسل ايدينا لان كان جاي بان نتجولنا عليه كتير وكده. تمام كان جاي اللي بتاعت برضو وضع ده وكان جاي اللي هي سايد لاينج وزيب في الليكشان. جالسوا قال برضو المريض اللي هو راح في الهوزبك كير واهله سابيا ومشي وكده. وقالوا يتصلوا علينا لو لو حصل حاجة في العلامات اللي ممكن لو حصلت انتصل عليهم وكان جايلي اللي هي الكلمة اللي هي يود ده وي ايه ودي يعني اللي اخترتها. ما كانش في اصلاً حاجة مناسبة غيرها. وجاي سؤال معي بتاع اللي هو بتاع السابورت للجرح. كان جايلي عنها آآ تلات اسئلة. كان جايلي سؤال آآ اول مرة يعني هو المريض هيجيب اسبيوتوم وكده وهو عمل آآ عمل عمل عملية وليسة عمل عملية وكده فاحنا هنعمل ايه? فكان جاي اللي هي سابورت دي. دي كانت انساب حاجة. وكان جاي سؤال تاني وكانش جايلي في سابورت. وكانت انساب حاجة في الإجابات ان احنا نخسل الموس بالا آآ بالوطور يعني لان كان جاي برضو في الإجابات. ان احنا نقوش الموس بآآ مادة كده pages كده حاجة كده مادة وكان جاي سؤال تاني برضو احنا دي بنعمل سابورت بالبيلو للبيشنت هو بجيب اسبيوتا بعد العملية على طول علشان نستوب البيليدينج وعشان كنفورت المريض ورليف البين وكده دي اللي كانت مناسبة يعني رليف البين او صحيح جاي السؤال بتاع المريضة اللي جات لها التليفون وهي مع البيشنت في القوضة هتعمل ايه؟ هتستأذن تتكلم من غرفة البيشنت ولا هتستأذن من البيشنت انها تروح بتاعها ولا هتخلص البروستجر نعملتها انها تخلص البروستجر از يعني از شي كانوا كده وبعدين تروح تردع المكالمة بتاعتها وكان جاي برضو سؤال تاني اللي هي النيرس طلبت مني ان انا اعمل تسك البيشنت وانا اصلا مشغول بعمل في حاجة تانية هقولها ايه؟ هابقى اعملوا مسلا الاجابات يعني دوئة از هي كان هيعملوا ما يكون مستطيعوا كده ولا ان انا هكلف بيه ميديكال اسستنت تاني ان هي تعمله ولا هقول لها ان انا دلوقتي بعمل مشغول في حاجة تانية ومش اعملها غرب مخلص دي ده انا اخترتها مش فكرة الرابعة كانت ايه؟ والله انا مش اعملها يعني اعصر في دماغي مش مش فاكرة دول اللي افتكرتهم يعني لو في حاجة مش واضحة لان انا باجابات برضو مش فاكرها قوي لو في حاجة مش واضحة يعني اعرفوني وانا والله لو افتكرت اي حاجة ايه هقول لكم برضو اه والغرف انا جيت للغرف كتير اوي بس انا مش فاكرها بس هي الغرف المعتادة يعني بتاع كان في واحدة ان هو الهايبرتنشن اخترت الهايبرتنشن دي كان جايب ان هي المريد سويدي وفيريس سارستيا والباقين كان عاديين كان جايب برضو واحدة تانية مش فاكرة والله الغرف خالص لان هما كانوا كتير تقريبا ان اتجالي الغرف كلها حاول برضو لو حاجة جيت قدامي منهم ولا افتكرت حاجة هبعتها لكم والله ربنا معانا كلنا يا رب وما تلاقوش والله الدنيا مش صعب قوي يعني ربنا يسهل الدنيا لكل اللي هيمتحان يا رب كان جاي سؤال المريد اللي مراته ماشي جنبه ومسكاله الكاستر الباج بتاع الكاستر يعني وانا قلت لها ان احنا نحطها اللي هو عند المستوى البول وكده وكان جاي سؤال تاني ان الطفل اللي هو محجوس من الكاشفة واحنا شفت ان مامته ابيوز همه وكده هنبلغ مين النيرس ولا الدكتور ولا ان احنا ملناش دعوة دي مشاكل عقلية وكده فنبلغ النيرس كان جاي سؤال تاني اللي هو الطفل اللي جاي في الاستقبال وعايزين نسحبله عينة وكان الهيل بتاع كولت ان احنا يعني هنغطيه بالبلانكت ونستنى لحد ما يدفع وكان جاي سؤال برضو ان احنا هننقل البشنت من السرير للكرسي هنعمل ايه عشن البشنت داي بقى سيف كان جاي في اللي اختار ان احنا قلوك اللي بتاع السرير مش بتاع الكرسي وكان جاي بان احنا هنقعد البشنت شوية على على طرف السرير كده لحد ما نيجي ننقله دي اللي انا اخترته مش فاكرة والله البقية. كان جاي سؤال بيشنت اللي هو وزنه زاد اللي هو هنختاره وكان جاي سؤال ان بيشنت يعني ده على يد هو كان طالع عايز بندج يحطه على الفنجر بتاعه. اندخلتي لقيت ان الفنجر جاي بليدينج. فهنعمل ايه? كان من دون الاختيرين اللي احنا هنخليه وش اه وش الفنجر. اه ولا هنضغط اه ولا هنعمل بريشار عليه. كان جاي سؤال عن كان جاي بكزا حاجة كده وجايب ان واحدة كان فيه ضغط فيها مية وستينة على تسعين وهنقول ان هي بلاد بريشار لحزنه ايه يعني? وكان جاي سؤال للام اللي بتغير الطيبر للطفلين وبابا يعني بيقول ممكن ما عادي احنا ما نغيرش ما نخسلش ايدينا في النص نغير لهم مرة بعد وكده هتقول لها ايه عشان تقنعها اللي هو هنقول لها ان ده سبب آآ لا لازم تغير آآ تغسل ايديها لان ده ممكن يقنق البكتيريا بين الطفلين. كان جاي سؤال بتاع لي اربعة واثنين وتمانين سنة ديت ونعملها كان جاي بقى واحد تانية اللي هي كاتب في السؤال ان هي دف دفي دي يعني داريبا قصمة مش بيسمع يعني. فهنعمل ايه? كان فيه اللي اختار ان احنا هنخلي حد ان الاهل يتواصل معنا. كان فيه ان احنا هنكتب نعلي صوتنا. وان احنا هنكتب للباشنت يعني كل حاجة نكتب لها وياتقراها كده. دي اللي انا اخترتها. وجي سؤال برضو بتاع الكولوسترول اللي هو احنا اللي هو يعني كانت الاجابة ان الكولوسترول بتاعه عالي كان جايب ان هو خمسة واربعة وان النورمال بتاعه خمسة وواحد. وكانت الاجابة ان احنا هنبدل الميت بالفيشتابولز. وكان جايب سؤال اللي هو هتبقى معناه ايه تشرح يعني كده معناه ايه? اللي كانت في الجوينت. وكان جايب سؤال برضو بتاع المريض واخد وعد ست ساعات على العملية ان هو كده عيشتيك من ايه مبلغ بالنيرس? كان جايب والفتيج. انه كنت سمع حدا اللي بيقول يعني بتعمل وكده فاخترتها. جايب سؤال لون الجلد كده فده ما يبقى ايه? اللي هو السيانوس. وكان جايب سؤال عشان نعمل يعني عشان نعمل يعني حاجات اللي هي وكان جايب من ضمن الاختيارين اللي اخترتها بينهم اللي هو الجلافز والهند وشيك. كان عملت اهند وشيك. وكان جايب سؤال تاني امتى يعني نسبة ان احنا بنطبق الانفكشن كنترول. وكان فيه اختيارين اللي هم يعني ممكن يبقى بينهم اللي اصحة. اللي هو هنلبس الجلافز واحنا بنودي قبل اللي هيحط فيها اللي هو بتقم السنان بتاعه. ولا هنلبس جاون واحنا بنفضل بتاع البيشن. انا اخترت دي يعني. كان جايب سؤال ان مريض في المراحل الاخيرة وكده. ومش عايز ياخد هنعمل ايه? كان فيه اللي اخترت ان احنا هنقول ان دي بورسي بتاعت المستشفى ولازم ياخد شور تلات مرات في اليوم. وكان فيه اجابة ان هو هنسيب جنبه وكده لحد ما هو يحتاج ان هو يعمل شور ويقول لنا. وان اخترت دي. وجي سؤال اللي هو بتاع الانجينا واللي هو اللي هو بتاع الهارت اتاك. وجي سؤال ان احنا هنعمل البيشن تكمبيليد بس. اه فايه الحاجة اللي احنا مش المفروض نعملها. اه اللي مش صح يعني. وكان جاي اللي هو انكافر البيشنت اه يعني انكافر البيشنت كله جسم كله كده. وكان جاي ان احنا هنغطي عينو بكلوز كده اما نيجي ان نعمل الهير شامبو. وكان جاي ان احنا اي حاجة في الاسكين وكده. وكان جاي ان احنا نخلي درجة الحرارة ستين درجة سلسيوس. وايه اللي هنختارها مش صح. وكان في سؤال او مرد منشيا وبيقول ان اه مستني مراته يعني كل شوية اقول لها اتكلم مراتي مراتي كانت اي لانها هيجي. اللي اختيارات ان احنا هنقل نرهم او ان احنا هنقول له مراتك اصلا مش موجودة او ان احنا هندخل في موضوع تاني اللي هو هنقول له اخبار التستس بتاعك ايه اللي تحليل وكده الاختبارات بتاعتها كانت ايه? وكان في اجابة اللي هو هنقول له ماشي هي ايه جاية في طريقه وكده. وكان في سؤال برضو ان مريد اه في مراحل الاخيرة وكده وبيشتكي ان اهله مش بيسألوا عليه يعني اللي هو هيرهمه دي يعني. وكان جاي سؤال ان مريد ديمانيشيا وسيفير هير امبرمنت واحنا هنعمله شاور واللي السماعات بتاعت الازن دي هنعمل ايه? هنشيلها قبل ما يدخل ياخد الشاور ولا هنقفلها الاول وبعدين نشيلها ولا هنعمل ايه يعني? جاي سؤال برادي كاردي هتبقى ايه? اللي هي البالس يعني وبجي سؤال تاني اه لو احنا بنغير ملاية ونسينا ملاية تانية الاختيارات برضو كانت لفع يعني كان فيه اختيار اختيارات بيقول هنغير الملاية ونقلع البي بي ايه ونطلع نجيب ملاية تانية ونرجع نفرشها عالسرير. انا خلاص بعد ما كنت اختاره اشوف الاجابة اللي بعده لقيت ان احنا بنقلع بنحط لغير الملاية ونقلع البي بي ايه ونطلع نجيب ملاية تانية. بعدين نلبس البي بي ايه وبعدين ندخل الغرفة. لان هو كان جايب في السؤال فوق ان البيشنت اه في ازوليشن تقريبا احاجة زي كده. وجي سؤال الممرضة اللي لقيت في فيلوس وخدقتها اللي هي انتجريتي. وجي سؤال ان وضع اللي زيتوم مش مريحي انا هنعمله بوضع ايه? اللي هو السيمز وكانش جايب الدرزل. وجي سؤال اللي هو توايس ان فيه ده هو يعني الدكتور كاتبه نواط وايس هتبقى ايه? مرتين في اليوم يعني. وجي سؤال بتاع الهايبو جولايسيميا. البيشنت ايبو جولايسيميا احنا هنعمله ايه? وكان فيه في الاختيار ان احنا هندي جوز. وجي سؤال بتاع اللي هو الباضي ماس انديكس ده كان اتنين وتلاتين والمريضة بتقول انا ما عنديش حاجة انا بس ازاي ده شوية اللي هو كان في الاختيار الاختيارات دايبة اسميليتز. وكان جاي سؤال اا عينة بول اا احنا بنسحب عينة يورين لاختيار الاختبار الادوية يعني البيشنت وكده. ايه اقرب حاجة ممكن نعملها صح. فكان فيه في الاختيارات اللي احنا هنوديها في نفس اليوم. ودي اللي انا اخترتها يعني. وكان جاي برضو سؤال التحاليل اللي منوديها فورا للمعمل يعني انا متأكلش فيها. وكان جاي السي بي سي والليبر فانكشن والكيدني فانكشن والبلاط التالتشر. وكان ايه تاني? اا كان جاي سؤال برضو من الميس كانت منازلة الصبح ان المريض اا يعني هعمل عملية في عينيه وكده معناها يعني والدكتور مديله ادوية مهدقة. فاحنا هنعمل ايه? اا هنعمل ايه? على ما يجو ياخدو يعني يودو العمليات. فما كانش فيه حاجة يعني فهم صح انا مش هقرأ والله الاجابات. بس ما كانش فيه حاجة صحة غير اللي هو ان احنا نفضل يعني نفضل جنب الحد ما يجو ياخدوه. وكان فيه سؤال اللي هي اللي هي تلاتين سنة دي وبنسحب لها عين دورين اللي هو المنسترويشن. ونكتب سؤال اللي هنكتب على عينة كان جايب الديت والنين بس. وكانش جايب اللي هما التلاتة والاتنين دول. وجاب سؤالي اللي هو الجهاز آآ بايز المعمل كلمنا وقالنا ان الجهاز فيه عطوة وتصلح بعد ساعتين هنعمل ايه? انا عملتها ان احنا هنحط العينة في الفريدش. كان جاي سؤال ان احنا هنبلغ الدكتور. بس الاجابة يعني بس كان مكتوب مش زي ما كنا شايفينها كان مكتوب هنبلغ الدكتور ان هو يكلمهم يعني او حاجة زي كده. مش ان احنا هنبلغوا ان هما ان العينة هتأجل ان احنا هنبلغهم ويتكلمهم. فانا اخترت ان احنا هنحفظها يعني. جي سؤال بقى اللي هو مريض الديمنشيا هنتعامل معها زي? آآ ولا 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 انا مش عارفة برضو احترت في كتير يعني. سؤال تاني بتاع مريض وانا بعمله وانا حاوله عند دم كان آآ كان نوزي ونوز عنده نوزي هنعمله ايه? اللي هو اللي يدون. وجي سؤال وانا بعمل ساكشن للبيشن من تراكستومي. آآ البشن تبقى اجيتيتد معايا وآآ وبدأ يبقى سينوزه كده هنعمل ايه? كان في في الاجابة ان احنا هنفصل للساكشن وبعدين آآ نشيله مش هنوقف يعني البرسجر. كان في سؤال تاني واحنا بنعمل اشعة عن البيشنت هنعمل ايه? الاحتياطات اللي ممكن تتعمل. كان من الاختيارات اللي هو يعني او اي حاجة يعني معدن. وجي السؤال بتاع بتاع الريكويست بتاع الاشعة برضو مريض جاي في في حادسة والدكتور كتب سيتي عشان نروح نعملها. وآآ راح يعملها فالاشعة طلب منه الريكويست فكنا يعني ايجاب يعني ان احنا نستنى مع البيشنت وتكلم النيرس ستبعتلي حد بالريكويست. كان فيه برضو في الاجابات اجابة ان احنا هنقول الاشعة هيعمل الاشعة وبعدين انا هبقى اجيب له الريكويست. آآ كان فيه سؤال تاني احنا معناه كده بتاخذ سكيرين للتليفون نمبر اللي جاي للدكتور في العيادة. يعني انت بتسجل الارقام اللي جاي للدكتور وكده ليه بقى? فانا اخترت ان هو اللي هو تقريبا تنظيم الوقت للدكتور يعني. نظام الوقت مع المرضى وكده. وكان جاي اه كان جاي سؤال اللي نرسل اللي عطست في الاكل وانحنا هنغير التريبة بتاعة الاكل خالص. وجي سؤال للطلبية اللي هي بتاعة الافرش دي على الشهر. وجي سؤال ان فيه بيشنت عنده الليفت ارم في بليدينج وحنا عايزين نسحب له عينة. لو هنستنى من الليفت ارم اللي زيفي توقف ونسحب منه ولا هنسحب من الرايت ارم. فهنسحب من الرايت ارم. وجي سؤال تاني اللي كان آآ كان آآ في مريض كان وعنده ان الليفت ارم عنده ويك. احنا هننصحه نقول له ايه هو عايز يمسك الكان يستخدمها. هنقول له ان هو يمسكها في في الرايت صيد اللي هو وجي سؤال برضو في البرد التانية عن كان ان احنا مريض عايز يمسكها واحنا هنصحه يمسكها يمسكها ازاي فقلنا برضو في وجي مريض برضو ماسك سورة المراته المتوفية ماسك سورتها يعني وكده فاحنا نحنا نسمعه نسمعه كده. كان اللي اخترت السؤال ده بيتقرر يعني. وجي سؤال بتاع الارش راكولاي بس جي السؤال كده ان بعد خمسة دايز من العملية جي عنده راكولاي. في سببها يعني ايه سبب الانفكشن دي. اللي هي تبقى كان جاي سؤال تاني ان مريض وجال كتير اصلا ان مريض وقع يعني. كان جاي سؤال ان مريض وقع على الارض. وهو بديناي ان هو في حاجة. ما كده سؤال ان هو ديناي ان هو في حاجة. بيقوله ان هو كويس يعني. وبيطلب مني ان هو عايز آآ يرجع ع السرير. نوديه ع السرير. آآ فالاختيرات كان جاي فيه ان احنا بيكورفل يعني وننقله من الفلور للبد. ولا ان احنا هنبلغ النارس الاول ناخد منها البرمشن لازنه وبعدين ننقله. آآ دول كانوا يعني اللي جبتاني الارب للصح. كان في سؤال تاني اللي هو بتاع الحزام اللي هي ست اللي هي خمسين كيلو ده اللي هو نحطه على الديفرام. والحزام برضو المريض الديبيتك اللي هو يبقى في وضع السوبين. وكان جاي سؤال لو المريض آآ عنده في منطقة آآ ريدنس وبين في منطقة الساكرم والترنك. هنحطه فقا انا وضع. كان جايب الفاولر والسوبين والبرون وتلاتين ديجري. سؤال ده تقريبا كان جاي لحد قبل كده. واجي سؤال بتاع الطفل اللي هو جنبياكو لو حصلوا شوك كده اللي هو وما فيش آآ آآ كاتب آآ بط آآ في بولس. وانا عملتها اللي هي اللي تشكل آآ ده. وكان بيقول واحد تاني كان بياكل وفجأة شك ومش قادر يرد على الاسئلة. هنعمل له ايه ما كانش يجيب هملش كده. يعني كان جايب اللي هو بلوباك اند ابتومنال آآ تراست. ولا كول فور هيلب ولا حاجة تانية كده اللي هو آآ آآ نقول للبيشانتي معناها يعني احنا نقول للبيشانت ان هو يحاول يكوح ويطلع الحاجة دي. دول كانوا الاختيارات. كان جايب سؤال آآ لو المريض ده فنت اللي هو مغمى عليه يعني آآ آآ ايه الحاجة اللي اشوفها فيه وابلغ بيها تبقى امرجنس. كان جايب في الاختيارات آآ آآ سنيز. وكان جايب خف وكان جايب فومت. كان جايب كلمة آآ غريبة كده. انا اخترتها بصراحة. لان انا مش عقا هو في انتظام عليه يعني الحاجات اللي فوق دي مش عارفة تبقى صحة ولا اخترت الكلمة الغريبة دي. والله هي كده ابدأ في الورقة اللي دامي وقعدت افتطر خيال كتير عشان هم روح حتى ترجمها مطلع ترجمها وابعدها لكي بس سمسيتها خالص. كان في سؤال تاني احنا عايزين نعمل آآ استرايل دريسنج للبيشنت هلنختار ايه عشان يبقى آآ دريسنج استرايل يعني. آآ كان في اجابتين بس هما آآ آآ اللي هما منهم الصحة يعني. كان في واحدة مكتوب فيها اول اختيار استرايل دريسنج وسترايل تويل. واجابة تانية جلافز استرايل واتري استرايل وبيزن استرايل. كان جاي سؤال تاني اللي النيرس بتقولك ان احنا هنقف نساعد في نغير على جرح يعني وفيز بلاش وكده اللي هو البي بي اي. كان جايب آآ في الاختيارات يعني كل اختيار نقص حاجة واخترت اللي هو في البي بي اي كاملة. كان جايب السؤال بتاع القصة هتبقى فين اللي هي اباب دي. كان جايب آآ سؤال آآ ان احنا بنغير اللي على جرح وفي نور استرايل نورمال صالين وقع على الجون بتاعنا. عمل بقعة مية كده عالجون. فهنعمل ايه? هنكمل بروسيجر ولا هنقل بنضير الجون ولا هنغير الجون ونسيب البروسيجر. آآ كان في اول اختيار اللي هو بيقول ما تقلقش يعني دونتو واري من حاجة ما تقلقش خلص عادي ونكمل بروسيجر. لانه ده نورمال صالين يعني. وكان في سؤال ايه تاني? آآ كان في مريض مش معايا. وانا ادخلت القوضة لقيته واقع في الارض. هعمل ايه? هسيبه وانادي عن المريضة اللي معاه? واللي هبلغ مشرفة التمريض? ولا تشيك البشنت وبعدين كولفر هلب. وكان في سؤال تاني. السؤال بقى هو بتاع الدم كان واقع على الارض. دخلت القوضة لقيت الدم واقع على الارض عند البشنت. والجون بتاع البشنت عليه دم والسرير عليه دم والدنيا ببهدلة. هنعمل ايه? بس ما كانش جايب في الاختيارات اللي هو كولزا ديرس وما كانش جايب ان احنا نمسح الارض كان جايب. العالمات لبشنت اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا